دشنى وكيل محافظة أبيان أحمد دجرفوش ورئيس هيئة مستشفى الرازي العامة دكتور حسين السقاف بمدينة جعار دشنى المخيم الطبية المجاني لمرضى شبكية العين لمرضى السكر لكبار السن والمبول من فعل خير وطاف الوكيل بالمخيم معبرا عن تقديره لأصحاب الخير الذين يسعون لمثل هذه الأعمال الخيرية من يانبه أكد مدير هيئة مستشفى الرازي أن الفترة الزمنية للمخيم هي يوم واحد وخصصة لمرضى كبار السن الذين يعانون من اعتلال شبكية العين وهذا المخيم مجاني وأدويته مجانية مقدما كل شكره وتقديره لفاعل الخير الذي مول هذا المخيم على نفقته الخاصة في إطار مساعي رجال الخير في دعم المحتاجين من المرضى